تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو شيخ خالد بن محمد بن زهد آل هيان ولي عهد أبو انضبي غدا الأحد إلى جمهورية الهند الصديقة عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين وتمثل الزيارة خطوة جديدة وهامة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين التي باتت نموذجا دوليا يحتذا في التعاون البناء في مجالات متعددة لا سيما التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية وتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي ودعم الاستقرار والسلام العالمي وتستمد العلاقات الاماراتية الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير من عام 1975 حين قام المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طيب الله ثرى بزيارة تاريخية إلى الهند التقى خلالها الراحل فخر الدين علي أحمد رئيس جمهورية الهند أنذاك والراحل أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند أنذاك وشهدت الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الامارات وجمهورية الهند التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الصديقين كما زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طيب الله ثرى جمهورية الهند في إبريل عام 1992 وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثنائية لتجنب الإزدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين هذا وشكلت زيارة صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية الهند في يناير عام 2017 نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانبي 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة في المقابل قام دولة نارين رامودي رئيس وزراء جمهورية الهند بأول زيارة إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك ست زيارات أخرى في فبراير 2018 واغسطس 2019 ويونيو 2022 ويوليو 2023 وديسمبر 2023 وفبراير 2024 وبلغت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنهورية الهند آفاقا جديدة في الثامن عشر من فبراير 2022 وذلك من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين الذي تم إطلاقه افتراضيا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زيدا لنهيان رئيس الدولة حافظه الله ودولة نارين رامودي رئيس وزراء جمهورية الهند حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين اشتركوا في القناة